لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله في بداية الحديث عن سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين هذا البطل المغوار الجبل الشامخ النجم الصاطع العالم والفقيه الجليل لابد لنا أن نعرف به ونعرف بنسبه وعائلته وأسرته ونحن إذ نتحدث عن هذا النسب وهذه الأسرة يهمنا في هذا الحديث الدلالات والعبر القيمة التي تدلنا فيها على شخصيته وعلى صفاته وخصاله كرم الله وجهه فأولا بالنسبة لنسبه نقول أنه كان ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي معه في جده عبد المطلب فهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب وأمه الصحابية فاطمة بنت أسد بن هاشم وكان له من الإخوة ثلاثة وهم طالب وجعفر وعقيل ومن الأخوات أم هاني وجمانة فبالنسبة لولادته يقال أنه ويرجح أنه قد ولد في السنة العاشرة قبل البعثة ولنا في اسمه أيضا ما ننوه إليه إلى أن اسمه الأصلي كان أسد وهذا الاسم الذي أسمته به أمه إلا أن هذا الاسم لم يعجب أباه فقرر أن يغيره فيما بعد وكذلك له لقب وهو أبو تراب وهذا اللقب قد لقبه به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك إذ حدث مرة بينه وبين زوجته فاطمة الزهراء مشادة معينة فذهب إلى المسجد ليستريح قليلا فوجده الرسول صلى الله عليه وسلم مستلقيا على التراب وقد غطى التراب جسده وكذلك ثيابه فأخذ يلاطفه ويقول له قم أبا تراب وبذلك كنا بهذه الكنية أبو تراب ثم بالنسبة لزوجاته كان له العديد من الزوجات وأهمهن هي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وله منها الحسن والحسين وكذلك له منها أيضا بنتان وهما أم كلثوم وهذه أم كلثوم قد تزوجها سيدنا عمر بن الخطاب كذلك كان له ولد آخر من زوجة أخرى وهو محمد بن الحنفية وهذه الزوجة كانت خولة بنت جعفر تعود إلى بني حنيفة فلذلك سمي هذا الابن محمد الأكبر بمحمد بن الحنفية لكي يميز عن إخوته الآخرين وما يهمنا في أسماء أبنائه أن سيدنا علي رضي الله عنه قد سمى أولاده بأسماء العديد من الصحابة الذين كانوا حوله لسيما بأسماء الخلفاء الراشدين فقد سمى ابنا له بأبي بكر وسمى الآخر بعبد الله نسبة إلى عبد الله بن أبي قحافة وكذلك سمى بعمر وسمى بعثمان وكان يقول عن ابنه هذا هذا عثمان بن علي أسميته بعثمان بن عفان وهذه الأمور أن يسمي سيدنا علي أسماء أولاده بأسماء هؤلاء الصحابة وهؤلاء الخلفاء الراشدين الذين أصبحوا فيما بعد خلفاء الراشدين وأن يزوج ابنته لسيدنا عمر بن الخطاب إنما يدل هذا على مدى حبه لهم وعلى ثقته بإيمانهم وبإسلامهم وكذلك بخلافتهم وبخصالهم فهذا أن لنا أن نشك منه بالأفضلية وعظمة هؤلاء الرجال لا شك هذا اعتراف ضمني بهؤلاء فكيف لأحد أن يقوم ويشكك في هذا الإيمان في أنه كان يؤمن بإيمانهم الراصخ وبخلافتهم ويشكك في بيعته لهم فهذا لا يعقل بعد أن أثبت هو بنفسه على مدى حبه وكذلك ثقته بإيمانهم وبخلافتهم وببيعتهم فهذا هو سيدنا علي بن أبي طالب الذي أصبح فيما بعد الخليفة الراشد الرابع وكان عالما فقيها ومن كبار الخطباء والفصحاء والبلغاء عالما بعلوم القرآن وبالقضاء فهذه هي المقدمة التي نقدم بها عن سيدنا علي بن أبي طالب